في الفيديو ده هنتعرف على كيفية نسخ رابط حسابك على الانستجرام علشان ترسله للأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة سهلة جدا بسيطة اولا انت لو فتحت حسابك على الانستجرام زي ما احنا شايفين علشان تبحث عن رابط الحساب علشان ترسله للأصدقاء لن تجد هنا خيار رابط الحساب في دلوقتي هنتعرف مع بعض على كيفية نسخ رابط حسابنا الطريقة سهلة جدا بسيطة بنروح على متصفح جوجل او اي متصفح عندك في الهاتف بنفتح جوجل وبنكتب هنا في السيرش انستجرام تسجيل الدخول زي ما احنا شايفين بيفتح معنا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشة وبنضغط على الخيار الاول بيفتح معنا الصفحة دي عندنا هنا في الاعلى باللون الازرق خيار لوجين او تسجيل الدخول خيار لوجين او تسجيل الدخول بنضغط عليه بيفتح معنا الصفحة دي هنا بيطلب مننا ادخال الرقم الهاتف لو انت حسابك برقم هاتف اسم المستخدم او الايميل الخاص بحسابك. وبيطلب مننا ادخال الباسورد الخاص بالحساب. فهندخل ال王 الخاص بالحساب او اسم المستخدم. وههندخل الباسورد الخاص بالحساب. وبعد ما قمنا بادخال ال王 هنضغط على خيار او التسجيل الدخول. وهنضغط على او لا ننتظر. بنجد انه بالفعل تم فتح حسابنا على الانستجرام زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة. علشان نقوم بنسخ رابط حسابنا على الانستجرام. عندنا هنا في الاعلى instagram.com. بندغط عليها. وبندغط عليها مطولا. وبنعمل كوبي. زي ما احنا شايفين خدناها كوبي او نسخ. وهي بنروح على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ونرسلها للاصدقاء او ننسخها دي الميموري او الذاكرة عندنا علشان نجرب. انا فتحت المذكرة عندي هنا. هعمل لصق للرابط اللي انا خدته دلوقتي وهعمل. وبالتالي تم حفظ رابط الانستجرام. بندغط عليها علشان نجرب. بنجد انه بالفعل هياخدنا مباشرة على حسابنا في الانستجرام بالشكل اللي احنا شايفين قدامنا على الشاشة. دي كانت الطريقة لو حابب تعرف معلمات اكتر عن الانستجرام عن كل تطبقات مواقع التواصل الاجتماعي. اشترك في القناة فعزيزة انبهات علشان وصل لك كل جديد. وشكرا جزيلا على المتابعة.